عبارة أربع عنوين أول عنوان معايا وإحنا بنتكلم على اتحاد كرة القدم خلال الساعات الأخيرة ابتدى يفكر في تغيير فكرة أن عدد الإصابات لقدر الله في أي فريق في الدور العام لو زاد عن عشرة ممكن يشوفوا إمكانية التأجيل بمعنى الأول كان بيقولك لو عشر لعيبة هنأجل المباراة لا دلوقتي بيتكلموا في إطار الرقم محدد ومحسوب نسبة وتناسب بمعنى أن أي فريق هيكون فيه لقدر الله عدد إصابات 14 لعب في الحالة دي أنا ممكن أأجل المباراة لهذا الفريق ليه؟ الرقم هنا ليه نسبة وتناسب في إيه؟ أن أنت بتحسب المتوقع من عدد اللاعبين في القائمة المحلية من 30 ل 14 هيتبقى معكسة 11 لعب عندك 11 أساسي وعندك 5 احتياطي وممكن تستعين بعدد من اللاعبين في قطاع الناشئين وتستكمل قائمة المباراة فبالتالي اتحاد الكرة لما فكر في هذه الجزئية قالك لو كل مباراة أو كل فريق لقدر الله عنده إصابات كورونا 10 لعبة ممكن إجراءات كتيرة أو فيه مباراة كتيرة ممكن تتأجل الفترة اللي جاية وده بالتأكيد هيعوق استمرار مسابقة الدورة بشكل متميز فبالتالي قالك لا هحسبها بالورقة والقلب 14 لعب لقدر الله يعني هنا ممكن أجل لأنه عندك الباقي في القائمة يسمح أن المباراة استكمل والفريق يلعب بالفريق الأول عدد كبير ممكن من قطاع الناشئين يستكمل مقاعد البودلاء لكن في النهاية ده يعني اتجاه لاتحاد الكرة أنه يستقر على هذه الفكرة بالنسبة للمرحلة اللي جاية خاصة أن البعض في الفترة الأخيرة ما بقاش مهتم جدا بتطبيق مبدأ الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الطبي اللي وضعته وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الطبية في وزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد المصري لكرة القدم ده كان عنوان مهم جدا في تريند تريند المعلومة بنتكلم على المرحلة الجاية إزاي اتحاد الكرة هيتعامل مع بعض الأندية اللي ممكن ما تنفس الإجراءات الاحترازية بشكل جيد ولقدر الله ممكن عدد من اللاعبين يتعرضوا لإصابة فيروس كورونا في المرحلة القادمة طيب عنوان تاني معايا النهاردة في تريند تريند واه